موسيقى نشرة الأخبار من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم والبداية بالحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد الفاصلة موسيقى في المستهل ارتكبت قوة الاحتلال الصيوني تسع عشرة مجزارة جديدة في قطاع غزة راح ضحيتها مائة وخمسة وستون شهيدا ومائتان وتسعون مصابا خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع عدد الضحايا في القطاع إلى ستة وعشرين ألفا وأربعمائة واثنين وعشرين شهيدا وخمسة وستين ألفا وسبعة وثمانين مصابا منذ بدء العدوان الصيونية في غزة في السابع أكتوبر الماضي استشهد عدد من الفلسطينيين الأحد بعد قصف طائرات الاحتلال والمدفعية الصيونية مناطق متفرقة في خان يونس وفدت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة أخرين في قصف مدفعي استهدف منطقة حي الأمل بالمدينة الواقعة جنوبية قطاع غزة كما شن طائرات الاحتلال سلسلة غارات على حل حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة وعلى المناطق الغربية للمدينة ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين ضمنهم أطفال ونساء لجأ سكان قطاع غزة إلى دفن 150 شهيدا في مقابر جماعية في صحة مستشفى ناصر بخان يونس نتيجة الحصار الصهوني المفروض على المجمع الطبي منذ أسبوع وكشفت مصادر طبية فلسطينية عن وجود 30 شهيدا مجهولة الهوية في ثلاجة الموتى بمجمع ناصر الطبي في انتظار الدفنة ويوجه المجمع نقصا حادا في الأدوية ووحدات الدم بينما تتعرض المولدات الكهربائية لخطر التوقف عن العمل بسبب نقص إمدادات الوقود جددت المقاومة الفلسطينية التأكيد على أن أي إطلاق للأسر الصهينة في غزة مشروط بوقف كامل وفوري لحرب الإبادة التي يشهدها القطاع منذ ما يقارب أربعة أشهر وحمل عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق حكومة الكيان الصهوني بقيادة نتنياهو مسؤولية التماطل في تحرير الأسر الصهينة وتعريضهم للموت تحت القصف أو بنيران جيش الاحتلال جدد التأكيد أن الفرصة الوحيدة لعودة الجنود الصهينة الأسرى لدى المقاومة أحياء إلى عائلاتهم لن تكون إلا بعد توقف العدوان على شعبنا وإن كل تسويف وتأخير في وقف العدوان يعني مزيدا من القتلى في صفوفهم على أيدي جيشهم بسبب استمرار هذا العدوان ورسالة القسام بأن الوقت ينفذ هي رسالة واضحة ويتحمل المجرم نتنياهو وأركان حربه المسؤولية الكاملة عن حياتهم بمواصلة مماطلته وتسويفه فنيتنياهو يعني بكل تأكيد غير جاد بالتعامل مع منفوضات الأسرى وهو يكذب على شعبه وعلى أهالي الأسرى كما يكذب على حكومته وعلى الإدارة الأمريكية هذا وثمنت حركة حماس دعوة الجزائر مجلس الأمن إلى عقد اجتماع من أجل إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية ضد الأحتلال الصيوني بشأن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد شعب الفلسطيني خاصة في قطع غزة نثمن دعوة بأسة الجزائر في الأمم المتحدة وبتمجهات من الرئيس سبون مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع يهدف إلى إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية اعتبرت الخارجية الفلسطينية قرار بعض الدول تعليق تمويلها الأونروا عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان قطع غزة وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي الأحد أن تلك القرارات مسيسة وغير متناسبة خاصة في ظل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق في المزاعم الصيونية وأضافت أن قرار تلك الدول ازدواجية معاييره إذ تواصل تلك الدول تقديم الدعم والمساعدات للكيان الصهوني في حين ترتكب قواته أبشع أشكال المجازر والقتل خارج القانون بحق عشرات آلاف المدنيين وتفرض النزوح القصري على أكثر من مليون فلسطيني في السياق وصفت هيئات الأمم المتحدة تعليق بعض الدول تمويل أنؤل أنوروة بالعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين بسبب ما سمتها أخطاء مزعومة لأفراد في وكالة غوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين في حين اعتبر المفاوض العام للوكالة فيليب لازاريني القرار بالأمر الصادم والمهدد للعمل الإنساني الجاري في غزة في سياق أسوأ أزمة إنسانية يشهدها قطاع غزة تدير عدة دول غربية ظهرها للفلسطينيين بتعليق تمويلها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين استجابة للدعاية الصهيونية التي زعمت تورط عدد من أفراد الوكالة في عملية طفان الأقصى وفيما توشك المساعدات الإنسانية في غزة على النفاذ أعلنت تسع دول غربية على رأسها أمريكا وبريطانيا وقف مساعداتها لوكالة الأونروا مسلطة عقابا جماعيا على ملايين الفلسطينيين سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير فرض عقوبات على مجتمع بأكمله تعمل وكالة على خدمته بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد لا سيما في فترة الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة ولأن الوضع الإنساني في قطاع غزة قد تجاوز كل الخطوط الحمراء يعد وقف المساعدات الإنسانية على سكانها حاليا أشبه بتسليط حكم إعدام جماعي عليهم يعاني سكان غزة من أهوال وحرمان لا يمكن تصوره منذ ما يقارب أربعة أشهر إن احتياجاتهم لم تكن أعلى من أي وقت مضى كما أن قدرتنا الإنسانية على مساعدتهم لم تتعرض لمثل هذا التهديد من قبل مع اشتداد حصار الاحتلال وطول أمد الإبادة الصهيونية في غزة بات تحصيل كيس طحين أو شربة ماء في القطاع هذه الأيام أقرب إلى حلم صعب التحقيق زيادة على المجازر الصهيونية المروعة بات الموت جوعا وعطشا خطرا يهدد الغزويين في قطاعهم المحاصر برا وبحرا وجوا بعدما تركهم العالم في مواجهة احتلال همجي قل نظير من جهة ناشد الأمير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول المانحة ضمان استمرار عمليات وكالة أونوروى في غزة في أعقاب تعليق تسع دول بشكل مؤقت تمويلها البكالة جوتيريش في بيان له صدر الأحد أعلن إنهاء خدمة تسعة من ضمن 12 موظفا بالأونوروى وصفهم بالمتورطين في عملية طفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي أجبر معظم سكان غزة منذ اندلاع الحرب على الاعتماد على خدمات الأمم المتحدة للبقاء على قيد الحياة وصد احتياجاتهم الأساسية مستوى التمويل الحالي لأونوروى لن يسمح لها بتلبية المتطلبات كافة لدعم جميع المحتاجين في فيفر المقبل ينبغي تجنب تعرض عشرات الآلاف الآخرين من الرجال والنساء الذين يعملون لدى أونوروى للعقاب كما يعمل الكثيرون في أكثر الأوضاع خطورة بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني أعربت منظمة تعاون الإسلامي عن أسفها لقرار العديد من الدول التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة إلى وكالة غوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين أونوروى واعتبرت المنظمة في بيان لها الأحد أن القرار عقاب جماعي من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية في قطع غزة وادعت إلى مراجعة القرار حتى تتسنى للوكالة مواصلة إزداء خدماتها كما حذرت المنظمة من خطر وقف المساهمات في موازنة أونوروى وانقطاع خدماتها على حياة ملايين لاجئين الفلسطينيين وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة تعقد الجامعة العربية لحد اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين لإصدار موقف موحد من قرارات محكمة العدل الدولية بشأن قطع غزة بيان للمندوب دائم لفلسطين في الجامعة مهند العكلوك أكد أن الاجتماع يأتي استجابة لمطلب تقدمت به دولة فلسطين بشأن عقد دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين على ضوء القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية رحبت حكومة الجمهورية الصحراوية بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني حول ارتكابه جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطع غزة حكومة الجمهورية الصحراوية في بيان لها اعتبرت القرار انتصارا حاسما للقانون الدولي وتذكيرا مهما بأنه لا أحد فوق القانون في السياق شددت الحكومة الصحراوية على المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق جميع الذين يدافعون عن النظام الدولي القائم على القواعد وسيادة القانون الدولي لاتخاذ جميع التدبير اللازمة لمحاسبة الاحتلال المغربي على الفضائع والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الشعب الصحراوي وعلى انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الناجمة عن الاحتلال المغربي غير الشرعي المتواصل لأجزاء من الجمهورية الصحراوية في خرق سافر لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي بهذا الانتصار العظيم لجنوب أفريقيا وبخطوتها التاريخية تبعث برسالة قوية إلى جميع القيوة المحتلة والأنظمة الاستبدادية في العالم مفادها أنه لا أحد فوق القانون وأنه لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب بعد الآن وأن الأعمال الإجرامية وبغض النظر عن هوية مرتكبيها سيتم التحقيق فيها ومحاكمة المذنبين ومعاقبتهم أثبتت محكمة العدل الدولية بوضوح أن سلطة السيادة على الإقليم منوطة بالشعب الصحراوي الذي يتمتع بحق غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال يمارس وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 15-14 وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلاة المتعلقة بإنهاء الاستعمار اشتركوا في القناة نشرتنا متواصلة وفي شأن آخر وصلت مدفعية الاحتلال الصهيوني الأحد قصفها على بلدات وقرى جنوب لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة وفدت الوكالة الوطنية اللبنانية للأعلام بتعرض الأطراف الغربية لبلدة طرحرفة في جنوب البلاد لقصف مدفعي من قبل الكيان الصهيوني في حين وصلت قوات الكيان الصهيوني قصفها على بلدات بلاد الشرقية وضهيرة وعيد الشعب وحول القعقور والنقورة كما نفذت طيران الحربي الصهيوني مساء أمس السبت غارة جوية على جبل بلاط بين راميا ومروحين جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون وقوف الجزائر إلى جانب الشعب السوداني في تجاوز المرحلة الصعبة التي يعيشها هذا البلد والذي تستهدفه قوى الشر على حد تعبيرها رئيس تابون في تصريح سحفي مشترك برفقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان عبد الفتاح البرهانة أكد دعم الجزائر حل الخلاف في هذا البلد وفق رؤية داخلية بعيدا عن التدخلات الخارجية تعود فيه الكلمة الأخيرة للشعب السوداني الذي يواجه أزمة منجرة عن تكالب مفضوح يضيف الرئيس الجزائري والجزائر تقف إلى جانب الشعب السوداني بتجاوز الأوضاع الصعبة التي يعيشها هذا البلد الشقيق الذي تستهدفه هو الآخر قوى الشر حيث كانت الجزائر ولا تزال مع حل أي خلاف أو نزاع داخلي برؤية داخلية بحتة بعيدا عن كل أشكال التدخلات الأجنبية حيث تعود الكلمة الأولى والآخرة دائما بمكونات الشعب السوداني شقيق نحن على يقين بأن السودان سيتجاوز هذه المحنة المنجرة عن تكالب مفضوح ضده الرئيس تبون أكد تطابق وجهة نظر بين الجزائر والسودان حيال العديد من القضايا والمسائل الإقليمية والدولية وحيى موقف الخرطومة داعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولية تتطابق وجهات نظر الجزائر والسودان حيال عديد من القضايا والمسائل الإقليمية والدولية كما تحيي الجزائر تحيي موقف السودان شقيق داعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي وستعمل جاهدة على نصرة القضايا العادلة في القارة الإفريقية والعالم والحد من وطأة النزاعات والتوترات التي باثت تشكل خطرا داهما على استقرار الدول وتمأنينة الشعوب من جانبه أثنى رئيس مجلس السيادة الانتقالية للسودان بمواقف الجزائر في دعم ومناصرة حقوق الشعوب ودعاها إلى مشاركة في طاولة المفاوضات دعما للحلول السلمية في تجاوز ما سماها المؤامرة التي يتعرض لها السودان جزائر بحق مواقفة ومواقفة السابتة وعضوية التي نالتها عن جدار الآن نحن نحييهم ونهنيهم فعلى عضويتهم في مجلس الأمن نتوقع أن تستمر هذه الدولة القوية في دعم ومناصرة الحق الوطني وحقوق الشعوب في أنها تحيا حياة كريمة نحن سعيدين لأن الجزائر تكون حاضرة في طاولة أي طاولة للنقاش أو للحوال إذا كانت طاولة أفريقية أو طاولة عربية وهم نصراء للحق لذلك نرحب بهم دوما ونريد أن نرى حلول السلمية تسير بصورة جيدة حتى نستطيع أن نتجاوز هذه المحلة وصل رئيس الجزائري عبد المجيد تابون الأحاد رئيس مجلس السيادة الانتقالية للسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن باستقبال رسميا بمقر الرئاسة الجزائرية واستمع رئيس الجزائري ورئيس مجلس السيادة الانتقالية للسودان إلى نشدين الوطنيين للبلدين قبل أن يستعرض تشكيلات لمختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية هذا وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالية للسودان قد حل بالجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين وكان في استقباله ممثلا لرئيس الجزائري عبد المجيد تابون لدى وصوله إلى مطار هواري بمدينة دولي الوزير الأول الجزائري ندير العردبي أعلنت السلطات العسكرية الحاكمة في بوركينافاسو أمالي والنيجر في بيان مشتركنا لحد عن انسحاب بلدانها بمفعول فوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وجاء في البيان الذي تلي على وسائل العلام الرسمية في دول ثلاث أن قادتها يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفورية لبوركينافاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وعزت الدول الثلاث لانسحاب من الإكواس لما قالت أنه انحراف المجموعة عن المثل العليا لأبائها المؤسسين وروح الوحدة الفريقية وخضوعها للنفوذ الأجنبي حسب ما جاء في البيان الكابتن إبراهيم تروري والعقيد عاسمي جويتا والعميد عبد الرحمن تياني مع تحملهم مسؤولياتهم كافة أمام التاريخ واستجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينافاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعد 49 عاما لاحظ شعب بوركينافاسو ومالي والنيجر الشجاع مع الأسف وبخيبة أمل كبيرة أن المنظمة حرفت عن المثل العليا لآبائها المؤسسين وروح الوحدة الأفريقية وهم يجادلون بأن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تحت نفوذ أجنبي خانت مبادئها التأسيسية وأصبحت تهديدا لدولها الأعضاء وسكانها والتي كان من المفترض أن تضمن رفعها قتل شخص في هجوم شنه مسلحان على كنيسة نيطالية في اسطنبول الأحد خلال مرسم دينية وأعلن وزير داخلية التركي علي يارلي كايا أن الهجوم وقع بمنطقة ساريير في اسطنبول نفذه رجلان ملثمان مشيرا إلى فتح تحقيق في ملابسة الهجوم أطلقت كوريا شمالية عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقية الأحد في ثاني عملية إطلاق من نوعها في أقل من أسبوع وأكدت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن عملية الإطلاق تخضع للتحليل من قبل أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية لكنها لم تحدد عدد تلك الصواريخ واجأت عملية الإطلاق الأحدث بعدما أطلقت كوريا الشمالية ما وصفته بصاروخ كروز استراتيجي جديد يسمى بور هوسال ما يشير إلى قدرته على حمل رؤوس نووية في ثقافة تأسس رسميا بالجزائر المسرح الوطني المحترف للجمهورية العربية السحروية تنفيذا لاتفاق سابق بين وزارة ثقافة الجزائرية ونظرتها السحروية واحتضن المسرح الوطني الجزائري بحي الدين بشتارزي مسرحية مشتركة بعنوان الخطوة الأخيرة التي سلطت الضوء على المعاناة اليومية للشعب الصحراوي بسبيل نيل الحرية والاستقلال تعريفا بالقضية الصحراوية ودفاعا عنها تأسس على أرض الجزائر المسرح الوطني الصحراوي المحترف تجسيدا لاتفاق سابق بين وزارة ثقافة الجزائرية وناظرتها الصحراوية العام الماضي الانطلاقة كانت بعرض مصرحية مشتركة بعنوان الخطوة الأخيرة بحضور شخصيات سياسية وثقافية وجمهور غفيرة غصت به قاعة العرض بالمصرح الوطني الجزائري محي الدين بشتارزي هذه المحطة محطة هامة من كونها تجسيد فعلي لأولى البرامج التي تجسد ميدانيا في طار اتفاقي التعاون المبرمة ما بين وزارتين بالتالي ما بين الحكومتين في طار الثقافة أكيد بالمصرحية هي عمل تضامني تشاركي هذه الشراكة التي تضمن محاور أخرى ومجالات أخرى لكنه برامج استراتيجي يساهم في التحرير ويساهم في المقاومة وتعزيز مكانة الدولة الصحراوية ويثبت بالله هناك شعب موجود عنده هوية عنده تمييز يناظر مجال حق مشروع له وحرية واستغلاله ورجعه للترابو وكامل السيادة مصرحية الخطوة الأخيرة جسدت المعاناة اليومية للشعب الصحراوي ونضاله من أجل الحرية وإنهاء الاحتلال المغربية وهي نتاج تكوين وعمل استمر سبعة أشهر بين المصرحيين الجزائريين والصحراويين على أن يعرض العمل في الدول الضاعمة لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم إن شاء الله هذا العمل سوف يوزع على النطاق الوطني سوف يوزع في المسارح الجهوي لمدينة سيديب العباس بستغانم نظن سعيدة عين دفلة في تقريبا جولة وطنية في كل ربوع الوطن وإن شاء الله أيضا هذا العمل راح يكون في المحافل الدولية لأنه كاينين بزاف ناس اللي متضامنين مع القضية الصحراوية كاينين مثقفين كبار كاينين دول مساندة للقضية الصحراوية كاينين مثلا فنان كما خافير باردام اللي هو حائز على جائزة الأوسكار ومرشع عدة ترشيحات جائزة الأوسكار فنان عالمي متضامن مع القضية الصحراوية لك هذا ما هو إلا وفاء للبدرة الفن الرابع فضاء ثقافي وجبهة أخرى يناظر عبرها الشعب الصحراوي لإسماع صوته للعالم والتعريف بقضيته العادلة من أجل استكمال سيادته على الأراضي الصحراوية ختم الموعد الإخباري نشكركم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة